استنكر مواطنون في مدينة حلبشا بجميع أطيافهم وطوائفهم جريمة تمزيق نسخة من المصحف الشريف من قبل لاجئ عراقي مقيم في مملكة السويد وتحت حماية الشرطة معتبرين تلك الأفعال المشينة محرظة على نشر ثقافة الكراهية بين أتباع الديانات السماوية وتهدد التعايش والتسامح بين مختلف الأديان والطوائف الدينية قيام شخص بإحراق نسخة من المصحف الشريف وتحت حماية الشرطة عمل مشين لا يتوافق مع مبادئ حرية التعبير والديمقراطية وهو ضد ما تدعيه مملكة السويد من مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي لأن الاعتداء على عقائد ومقدسات ومشاعر الآخرين لا يتوافق مع تلك المبادئ وكان الأحراب الحكومة السويدية منع تلك التصرفات الغير اللائقة في ظل تلك المبادئ التي تدعيها فهذا الشخص قد يكون مريض نفسيا أو يحاول إثارة الفتنة والطائفية أعتقد التجاوز والاعتداء على المقدسات تحت أي ذريعة كان له آثار سلبية كبيرة يهدد السلام الاجتماعي داخل المجتمع واعتداء على حرية الاعتقاد الآخرين وإحراق نسخة من المصحف الشريف يهدد مبادئ التعايش والسلام المجتمعي وأثار امتعاض المسلمين وتعقبه ردود أفعال وتؤدي إلى إثكاء الطائفية ووصف رئيس فرعي حلبشا لاتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان تلك الجريمة بالتطرف مؤيدا إجراءات الحكومة الاتحادية ودائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان وقف العلاقات الدبلوماسية مع مملكة السويد كموقف رسميا لهما ضد تلك الجريمة ندين وبشدة جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل لاجئ عراقي مقيم في دولة السويد ونعتبره جريمة بعيدة عن جميع القيام الإنسانية وسببا لنشر التطرف والعنف وتأجيج فتنة الطائفية بين أتباع الديانات وهذا العمل لا يخدم مصلحة أي طرف وكما كان الموقف الجماهيري والحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أتمنى أن تقوم جميع الدول الإسلامية الوقوفة ضد هذه الجريمة وعدم السماح لحدوث وتكرار مثل هذه الجرائم وفي وقت يؤكد فيه الجميع على ضمان حرية الرأي والاعتقاد لكل الأشخاص والطوائف الدينية داخل المجتمع يعتبرون الإساءة للمقدسات الدينية جريمة تثير الكراهية ويجب التصدي لها بتعزيز مبادئ التعايش وقيم التسامح الديني بين الشعوب وداخل جميع المجتمعات لقناة زاكروس تيفي أمير سليم حلبتشا